بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم صدق الله العظيم أحبة في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلاً ومرحباً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجائزة فابقوا معنا هذا البرنامج برعاية شركة الأطباء لتصنيع الألباب متخصصون في أجود أنواع الجبن الموتزر الله شركة الزامن للمقاولات العامة والاستثمار العقارية شركة زهران لإستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية يا رحمن الرحيم أحبة في الله وسؤالنا الآن حول آية من كتاب الله عز وجل وهي قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون في أي صورة نزلت هذه الآيات سؤالنا النهاردة موجه لأحد المرة نتمنى إن شاء الله أن ربنا يوفقها في الإجابة ولكن نتعرف عليها أولا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بسمك؟ نجاح أهلا بك يا أستاذ نجاح ببنا أجعل لك من اسمك نصيب آمين يا رب وتكوني ناجحة دائما يا رب يا رب سمعت السواء سمعتم عليش مكر حدك تقول الآية الآية بتقول إنما المؤمنون بسم الله الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زارتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سورة التوبة لا مش التوبة سويني وعلى ربهم يتوكلون هي جنب التوبة على طول أعتقد ممكن تبقى سورة الأنفال سورة الأنفال إجابة صحيحة سورة الأنفال ذكر الله سبحانه وتعالى فيها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني خشعت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زارتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم اللي عايز يبقى مؤمن يقرأ هذه الآيات عشان يعرف إيه هي صفات المؤمن يريت نرجع الآيات دي نفتح المصحف ونرجحها مع بعض عشان تعرف إمتى تكون مؤمن إمتى تكون مؤمن عشان تحافظ على إيمانك عندما تعمل بهذه الآيات الإجابة إجابة صحيحة ونموذجية وألف ألف مبروك فستي معنا بجائزة هذا البرنامج برنامج الجائزة وعزينك قبل ما تستلمي الجائزة كده توجهي كلمة لجمهور ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ونعمل خير ونقرأ القرآن في شهر رمضان اللهم أمين يا رب ألف ألف مبروك وشكرا لك على الإجراء بسم الله الرحمن الرحيم أحبة في الله وسؤالنا الآن من هم الخلفاء الرشدون من هم الخلفاء الرشدون النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخلفاء الرشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار سؤالنا من هم الخلفاء الرشدون سؤالنا موجه لأحد المرة مجموعة من الشاب الجمال نتعرف عليهم وإن شاء الله يجاوبون على هذا السؤال السلام عليكم ورحمة الله سعاد الله وبركاته مصطف إسلام محمد حلام بيكم يا شباب النورين الدنيا كلها سمعتوا السؤال طبعا من هم الخلفاء الرشدون سيدنا علي لا بالترتيب لا بالترتيب لا بالترتيب لا بالترتيب علي 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 اليوم نهولت عنه عثمان سيدنا عثمان عثمان سيدنا عثمان ومن ثاني سيدنا عثمان وسيدنا علي مين بقى اللي هو بعد سيدنا وبدنا صديق الرابع الفاروق من اللي هو مين سيدنا الفاروق اللي هو مين الفاروق حساعدكم في سيدنا ومبكر الصديق وعمر وعثمان عمر بن الخطاب هو الفاروق سألتك عن أي حد تاني من المشهورين هتقول صح؟ طيب ربنا بريك فيكم والله أنا سعيد بيكم جدا والله فخور بيكم إن كنت برضو أجبت ومش يعني خلاص مش أبيض يعني لكن ربنا بريك فيكم شاب زي الورد وإن شاء الله يعني فزتوا معنا بجائزة البرنامج برنامج الجائزة وإن شاء الله يعني تتفضلوا إن شاء الله بعد انتهاء الحلقة إن شاء الله نسلمكم الجائزة ولكن عايزين نكونوا توجهوا كلمة كده لإيه الشباب اللي زيكم تقول له إيه بص الكاميرا كده قل له تقول إيه تقول إيه موجه أسلح نقدر نقول لهم التاكو يوم الترجافي إلى الله الله يفتع عليك الله عليك وإنت تقول لي يعني خلينها كويسين كويسين خلينها فعلى بعض يعني إن شاء الله كلها كويسة ونزداد معرفة بأمور دين يعني نزداد ثقافة بأمور دين العجالة دي ضرورية جدا زي ما زي ما احنا نتثقف بالأمور نتثقف بأمور الفن وبأمور الرياضة كذلك نتثقف بأمور الدين مش عيب ولا حرام إن احنا كمان نزود ثقافتنا الدينية ألف ألف مبروك فستوا معنا بجائزة حزر برنامج برنامج الجائزة وهنسلمكم الجائزة بتاعتكم لكن بعد انتهاء الحلقة ألف شكر وكل عام حضرتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية شركة الأطباء لتصنيع الألبان متخصصون في أجود أنواع الجبنة الموزرلة شركة الزامن للمقاولات العامة والاستثمار العقارية شركة زهران لإستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية أحبة في الله والآن وصلنا إلى سؤال حضرتكم في المنزل وسؤالنا النهاردة ما هي السورة التي ينتصف فيها القرآن وما هو الحرف الذي ينتصف عنده القرآن في هذه السورة اذكر اسم السورة واذكر هذا الحرف رجاء ارسال الإجابات على صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة مصر الزراعية وسوف نتواصل مع حضرتكم بإذن الله تعالى نتركوا في رعاة الله وأمنه كل عامن وحضرتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته